تعرض لعملية جني أرباح واستمر لعدة جلسات أما أن الأوان لهذا القطاع أن يكتفي من الإحمر والله مراد المشكلة الآن القطاع المصر في النمو أصبح الآن ضعيف بشكل كبير والمخصصات المالية الآن تجاوزت 10 مليار يمكن اليوم طبعا تراجعت على سنة حقية الأرباح في الراجحي وبعض البنوكي وسامبا فأعتقد أن بعدما تنتهي مسألة الحقيات من الطبيعي أن تبدأ تراجعات الأسعار بما يقارب تقريبا نسبة التوزيع وبالتالي يعتبره شيء عادي وما فيه مفارقة كبيرة بسبب الحقية الأرباح لكن أعتقد أن القطاع المصر على المدى الطويل في المملكة أعتقد أنه سيكون قطاع جيد وأكثر من جيد لكن الفترة الحالية أعتقد أن من الصعوبة الآن نجد أنه شيء مختلف في نتائج المالية اللي باعتباره أنه هناك لازال مخصصات مستمرة ويمكن كم مرة قلنا مرادر له مشكلة مخصصات البنوك لا نعرف إلى أي مدى تستمر ومتى تتوقف وما هو حجم التعرض للبنوك وبالتالي هذا الصندوق الأسود في قطاع البنوك لا نعرف من يجيب عليه وبالتالي أعتقد أنه هو عامل الضغط الكبير على القطاع المصرفي لكن على المدى الطويل سنتين أو أكثر من سنتين أو أخمس سنوات طبعا في ظل ظروف المعيشة الآن لا تظهر الآن ظروف أي طارية أعتقد أنه سيكون إيجابي القطاع المصرف لكن ظل الظروف الحالية لنعيشها أعتقد أنه هناك صندوق أسود لا نعرف كيف يمكن فك هذه الطلاسم في القطاع المصرفي كذلك رشد إذا ما تبعنا حركة المؤشر في الفترة الأخيرة على الرغم من التراجع لعدة جلسات متلاحقة لكنه كان يتراجع بشكل طفيف جدا نقاط معدودة لازال يحفظ على مساويته إلى حد الأنفوق حاجز 6450 نقطة ما سعيه لبلوغ مساويات 6500 نقطة لازالت قائمة لم تضمحل هل من تفسير لما يحصل لهذه التراجعات لعملية جنة الأرباح لكن على نار هادئ السوق لا يمنك الآن محفزات أو أخبار جيدة أو أخبار تشكل على مفارقة في السوق أو تعمل عملية تحول مهمة في السوق لا توجد أي محفزات الآن في السوق السعودي الآن حتى المحفزات تقل الآن مثل حقية الأرباح اليوم حصل حقية في الراجح وسامبة غدا سيتقلص مع الحقيات في سابق وبنك الرياض والاتصالات وغيرها وبالتالي سيكون السوق متجرد الآن من أي عملية محفزات التوزيعة النقدية إذن يبدأ من جديد عمليات النتاج الربع الأول وثم نبدأ في دورة جديدة فأعتقد أن الاستمرارية السوق في اتجاه الأفقي ما بين 6300 3640 إلى تقريبا 6578 أو أقل قليل هذا اتجاه أفقي في السوق وهذا تعتبر من أصعب المسارات التي يمكن تحديد اتجاه السوق فيها أقصد فيها الاتجاهات الأفقية لأن تكون كثير من المسارات متعطلة بمعنى غير فاعلة مثل المتوسطات أو غيرها فبالتالي يكون عملية البحث عن أخبار إيجابية يعني الاقتصاد الأمريكي خلال 6 سنوات الربع الأخير كان يعتبرها على نمو هل سيكون هذا عام المؤثر بزيادة الحراكة الاقتصادية والطالب في أمريكا وإلى آخر وبالتالي زيادة الحركة الاقتصادية والدور الاقتصادية أسعار الفائدة إلى آخر سياسة النقدي والمالية في كثير من الدول الخارجية مهمة لكي يحدد هنا عملية التأثير على قطاع البدروك كيماويت يعتبر عامل مهم وكبير قطاع المصرفي هنا أيضا يعتبر أكبر قطاع الاتصالات أعتقد أنه سيكون نتجاه القادم لأنه يكون هناك صعود بشكل كبير لأن السوق أصبحت لهم مشبع بشكل كبير وأصبح المنافسة على الحصص بين الشركات وبالتالي لن يكون هناك نمو كبير جدا كما حصل بالسنوات الماضية فأعتقد أن المرحلة الحالية 2010 هي المسار الأفق في تقديري حتى لو وصل 7000-7200 إلى هذه المستويات أو حتى 6,000-6,000-6,000-6,000-5,000-9,000 لازلنا بالمسار الأفق لكن لم يأخذوا الاتجاه الآن المسار الحقيقي الصاعد بالعكس لازلنا في المسار الهابط لكن على المدى القصير نحن في اتجاه صاعد لكن السوق لا يمنك المحفزات الاقتصادية الحقيقية لا داخلية قوية جدا ولا خارجية وبالتالي التذبذوبات التي نشاهد الآن هي التصرف أو الاتجاه المنطقي مع أهمية أن السوق فقد كم هائل وكبير جدا من المتعاملين بالسوق بخسارة وخرجوا من السوق أم أو بخسارة لا زالوا موجودين بالسوق نعم سيدة رشد الفوزان الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي تحدثت إلينا مباشرة من الرياض شكرا جزيلا لك وطبع يومك